ما يسمى مجلس الحرب الإسرائيلي انهار على فرقة نقضت ما أنشئ لأجله عقب عملية طفان الأقصى في السابع أكتوبر إذ أراد قادة الاحتلال عبر مجلسهم توحيد الموقف والقرار السياسي بمباركته العدوان الوحشية على قطاع غزة قبل أن يقرر رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو حل المجلس الذي طلب كل من بنكفير واسموتريتش الإنضمام إليه عقب استقالة غانتس وإيزنكات مستوى الانقسام وتفكك بالداخل الصهيوني يعده الجانب الفلسطيني نتاج فعل مقاوم أربق جيش الاحتلال وساسته أن الضربات التي اتلقاها الجيش الاحتلال الصهيوني في البترة الأخيرة سواء في رفح أو في جباليا أو في خاليونس أو في واد الزيتون في قطاع غزة بكل تأكيد هذه الضربات أثرت كثيرا خاصة في الضربات الأخيرة في رفح أثرت كثيرا على المعنويات الجيش الصهيوني لأن هذا الجيش الصهيوني هو جيش منهار حكومة أقصى اليمين المتطرف الذي يرفض أي حلول طبعا هنا سلمية وربما هذا كذلك مما جعل الموقف المقاومة الفلسطينية أيضا موقف كذلك لأن يفهمون جيدا السنوار ورفاقه يعرفون جيدا كيف يفكر الإسرائيلي ويعرف جيدا كيف يفكر نتنياهو ما حدث لمجلس الحرب يقرأه محللون بأنه مشهد يختصر حقيقة الداخل الصهيوني بشكل عام فيظهر الانقسام الحاد وتخبط بين قادته قبلها هجم نتنياهو قيادة جيشه إثر إعلانها هدنة تكتيكية في رفح جنوب غزة دون الرجوع إليه متهما أطرافا بتغيير ما سماه أهداف الحرب كان الهدف من بناء مجلس الحرب هو إعطاء مصدقية وشرعية لجزء كبير من المعارضة وبنى بداية الحرب على قطاع غزة وأيضا لتأكيد على أن أغلبية المجتمع الصهيوني يوافقون على إصدار القرارات كان هناك أشكالية في إعطاء شرعية لإصدار القرارات من خلال مجلس الحرب ولكن بعد انسحاب معسكر الدولة وغانيتس وشريكو اسكونت من الواضح جدا أن هذا المجلس لم يعد لديه فائدة مجلس الحرب الصهيوني الذي كان يعول عليه لتصويق الإجماع والتوافق لم يصمد أمام خلفات قادته ليضاف إلى الفجل السياسي والعسكري تصعيد المتظاهرين بالأراضي المحتلة لاحتجاجاتهم المطالبة بتنحية حكومة نتنياهو واستعجال التفاوض لإعادة أسراهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية